موقفي الباب التواني أدري عنه هو نفسي الحال باتر يمخي يمنه هو نفسي الحال باتر يمخي يمنه أنت يا يوم أعلم يحسن الجوان أنت يا يوم أعلم يحسن الجوان وانا ويجروحين وين صابي الكفال وانا ويجروحين وين صابي الكفال بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى لبيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى بضعتك الصديقة الطاهرة المجهول قدرها آية المسقطي جنينها آية المخفي قبرها آية المكسوري ضلعها صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا يا أبا 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 يا رحمة الله 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 ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم أقول ولما أقول وذكرتني قبر البتولة إذ عفي إحرمتها سهام الدهري فاطمة ومتهى سهام الدهري وهي نوائب بشجو إلى أن جرعت غصص الحتفي شجاها الفراق المصطفى آياء واحترامها لدى كل رجس من صحابته جلفي آياء يهلقت بالقوا في هضمها وتحالفوا عليها وخانوا الله في ذلك الحلف وما ورثوها وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف زين وين تنطي وجهها الزهرين لمن تشتكي آلامها إلى حبيبها الحنون أمير المؤمنين وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف أبا حسنين يا راسخ العلم والحجار إذا فرت الأبطال رعبا من الزحفي أراك تراني وابن تيب وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسفي عذرا يا صاحب الزمان اليوم يوم الثالث من فقد أمك فاطمة من الخسفي ويرطم وجهي نصب عينك ناصب العداوة لي بالضرب مني يستشفي يستشفي خصك الله بكي العلم دون الأصحاب يا علي تشتكي تشتكي أدخص بقلبها إلى حبيبها خصك الله بكي العلم دون الأصحاب صارت دون الأصحاب أبصر التلم بالحضار يمك وغاب يصير ما تدرش جرب أثبت الباب أنا أخبرك يا علي أخبرك بمحسن سقاط بعتاب أكو غصة ثانية يا علي خليني أحكيها الوجل من ولم صدري وبدي لازم أضلوعي ومحسن سقاط من عندي وتجري المحسن دموعي وانتم شتفي بصبريك ما تقدر يا ارتحاميني أريد ونوية الزهراء ما تقدر يا ارتحاميني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا وين منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من كلام لمولاتنا فاطمة الزهراء في ضمن خطبتها الفدكية أنها قالت أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله فخطب جليل استوسع اشتركوا في القناة النجوم لمصيبته هدية نبعثها من بيت الحسين إلى قبر أم الحسين المخفي عسى أن يعجل الله في فرج المنتقم لظلماتها إمامنا صاحب العصر والزمان لنذهب معه وتحت لوائه إلى قبر أمه فاطمة ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد عظم الله وجونا وأجوركم أحبة الكرام بمصابنا بأمنا فاطمة سلام الله عليها أحبة الكرام الحديث عن ظلامات أمظومية السيدة فاطمة الزهراء لا بد أن نبدأ لقراءة البرهة الزمنية التي حصلت بعد وفاة سجادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقدم مقدمة موضوع مهم ربما ربما هواي من القراء ما من تبهيله وهو من ضمن كلام الزهراء في خطبته الفدكية أنا قبل سبوعين تشرفت بزياءة أحد المراجع وسألته سيدنا ما الذي نطرح على المنابر في أيام الفاطمية قال سيدنا أفضل شيء وأهم فقرة تطرح على المنابر هي خطبة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها قلت لماذا سيدنا قال لأن هذه الخطبة خلاصة الإسلام التوحيد النبوة الإمامة المعاد العادل فروع الدين كلها خلاصة الإسلام خطبة مولاتنا فاطمة الزهراء التي تعرف بالخطبة الفدكية محور الخطبة موضوعة فدك وأرض فدك بس مضامين الخطبة مضامين عالية وكل كلمة ومتوفرة في كل المواقع التواصل اجتماعي وأنا أحث جميع الأخوة هنا بالليل يرحون البيت أقل شي يكتبون خطبة الزهراء يقروها يقروها وهناك فضلاء شرحوها أنا أحاول هالليال الخمسة أخذ لمحات من هذه الخطبة إذا الله يوفقني إن شاء الله أحبتي أقدم مقدمة تبهولي بارك الله بكم جميعا لا شك ولا ريب بأن مصيبة فقد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مصيبة عظيمة لا مثيل لها ولا شك ولا ريب إذا مصيبة فقدي كل فرد تتناسب مع شخصيته ومقامه الاجتماعي الدنيا والأخروي فلا ترقى شخصية ومقام لمقام النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله فلما المصيبة تكون مصيبة الرسول بلا شك ولا ريب بأن مصاب الرسول لأنه مصاب لشخصية فريدة وذو مقام عالي فالمصاب يكون مصاب جلل ولا نظير له هيا مقدم الأولى الثانية بما أن الرسول صلى الله عليه وآله جوهرة جوهرة الحياة الفريدة كذلك مصيبته مصيبة فريدة لا نظير لها مطلقا هذه مقدمة ثانية أما الثالثة فالمصاب الجلل كمصاب الرسول لا يمكن لأحد مثلي وأمثالي اللي مو مستوى مقام الرسول أن يصف عظم وجلل هذا المصاب العظيم إلا أهل البيت سلام الله عليهم هم يعرفون كيف يصفون هذا المصاب الجلل لأنني غير معصوم أنا ناقص أنا ما عايش تلك 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 البيت العلوي النبوي ما عرف شو المصاب لا عرف بالغيب شو المقام الرسول في السماء حتى لو عند معرفة معرفتي محدودة ومعرفتي ومصابي ووصفي لمصاب الرسول يكون وصف يسير ومجازل حقيقي إنما الوصف الحقيقي لهذا المصاب لا يخرج ولا يصدر إلا عن علي وفاطمة سلام الله وأولادها المعصومين الأربعة عشر الأثنى عشر هذول هم يعرفون يصفون المصاب الجلل رسول الله بعد هاي المقدمة تعال معي نطرق باب فاطمة هذه الليلة مولاتي فاطمة أنت بنت الرسول الوحيدة العزيزة المدللة صفي لنا مصيبة فقد أبيك الرسول فأنت معصومة فأنت بنت الوحي تعرفين جرح ووسع مصاب الرسول رسول الله عليه وآله تقول الزهراء في خطبتها الفدكية من هذه الخطبة العظيمة تخاطب الحضور الخطبة محورها أرض فدك نحكي عنها أيام القادمة إن شاء الله مو كفدك كما خلفيات فدك الحضور جاء في المسجد مهاجين أنصار الزهرة طالعة مجموعة من نساء قومها طالعة بعفتها وحجابها محور خروجها ثورتها أرض فدك بحضور هي بنت الرسول تريد أن تصف ومتى بعيد وفاة الرسول أول طلة للزهراء أمام المسلمين قاطبة في المسجد ساعات عصيبة مكان حساس والكل حضور خرجت قالت فيما قالت تصفوا في هذه الخطبة مصيبة فقد الرسول أنا عندي السر بهذا المقطع هتعرفون المصاب وين وإحنا غافلون عن هذه كلمات تقول الزهراء تخاطب الحضور الزهراء لازم تهيئ قلوبهم ذول ناس اللي يغصبون حق علي ابن أبي طالب بعدما بايعوه مئة وعشرون ألف نب مئة وعشرون ألف إنسان وكلهم سمعوا ما قاله الرسول من كنت مولاه فهذا علي يعني ضمائرهم ميتة زهراء لحين بتحاججهم بتخاصمهم هاي القلوب لابد أن تلينها اتهز مشاعرهم الرواية تقول أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء يعني جرت ون أن 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 اللي الكل ما أتمال كو نفسهم إلا ودموعهم جرت من أن تفاطمة حس هاي الأن شنو كان سرها شنو كان مغزاها شنو الألم اللي بهاي الون لأن فيها مصيبة فغد أبوها لأن بي مصيبة ضضومية بعلها وا 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 ثم قالت فيما قالت تخاطب الحضور أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على محمد وآله شوفوا شون تصف المصاب خطب جليل الكلمات من فم الزهراء أحبتي خطب جليل استوسع وهنه وهن هذا الخطب الجليل استوسع بفقد أبي رسول الله صلى الله عليه وآله صار وسيع الوهن والخطب وا استنهر فتقه استنهر عبارة أدبية مثل النهر صار الفتق كبير فتق يعني شق صار نهر وسيع هذا الخطب والمصاب وان الله شون تعبير ركز ويا تأجل هذه كلمة الأساسية وان فتق رتقه الرتق الشيء المشقوق من يخيطون يسموه الفتق رتقه من ينفدك يقول يا فاطمة شوف مصاب الرسول وظلمت الأرض لغيبته الأرض كلها صالة الظلام لغيبة أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد سيئتي وكسفت النجوم لمصيبته النجوم المتلألئة البراقة أصبحت مكسوفة بعد نور ما بيها صار الظلام ليش مولاتي لمصيبة فقد أبي رسول الله صلى الله عليه وآله خلاص لا ما خلاص تقول الزهراب وأكدت الآمال أكدت مولانا يعني ضاعة الآمال الآمال كلها راحت بفقد أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ماذا الأمل ماذا الأمل يرتجى بفقد أبي رسول الله بعد سيئتي وخشأت الجبال الجبال كلها خشأت هنا كلام ركز ويا وأضيع الحريم الحريم والحرم كلها أضيعت بفقد أبي رسول الله صلى الله عليه وآله كل هاي الكلام كل هذا بكفة انتبه لي هنا تقول هذا موضوع المحاضرة ثم تقول الزهراء وأزيلت الحرمة عند مماته هنا كلامي شوف الزهراء هنا سلام الله عليها تقول هذه العبارة خلاف كلامها السابق تقول وأزيلت الحرمة عند مماته وأزيلت الحرمة عند ماته يعني الحرمة انزالت الزهراء لم تقل وانحتكت الحرمة الهتك يعني حجاب يشقون يوقع مرة ثانية يرجع لا وما قالت وتجاوز على حرمتها قالت وأزيلت الحرمة يعني شالوها من جاعها من أساس الحرم تنتبه وأزيلت وأزيلت الحرمة عند مماته هي أول نقطة نقطة الثانية تقول وأزيلت الحرمة الحرمة الإفلام الموجود بكلمة الحرمة اللي يعرف لغة عربية هذا الإفلام الجنس يعني مو حرمة مقصودة إنزالت لا الحرمة يعني شك الجنس حرمة إنزالت خلصة راحت الحرمة إنزالت حرمة الرسول إنزالت حرمة علي إنزالت حرمة الزهراء إنزالت حرمة أهل البيت إنزالت لا حرمة الله إنزالت حرمة الصوم إنزالت حرمة الإسلام كلها انزالت الحرمة الافلام الافلام والجنس يعني شكوا حرمة شكوا جنس حرمة انزالت عند مماته هالنكتة الثانية النكتة الثالثة تقول الزهراء وازيلت الحرمة عند مماته عند مماته لم تقل الزهراء بعد مماته او لمماته لا عند مماته يعني الرسول قبيل وفاته ازيلة الحرمة تعرفون شون تقصد الزهراء تنتبهون احبتي ما قالت بعد مماته هجموا علي وكسروا العلاء اكو عبارة دقيقة وازيلت الحرمة عنده كلمة عنده يعني قبيل وفاته الرسول الحرم انزالت تعرفون متى ما يعرف برزية الخميس افصلها ولما معروفة اتكون بعد حينما حينما طلب الرسول دوات ورقي اكتب لكم لن تظلوا بعده ابدا قال الفلان ما قال في حق الرسول والله عليه وآله وازيلت الحرمة عند مماته عند مماته خلاص سيدتي لا ثم تقول الزهراء تقسم مولانا تقول فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى واللي ما يتقق بالكلمات يتصور بان الزهراء تقصد بان فقد ابي فقد ابي ومصيبة مصيبة فقد ابي هي المصيبة الكبرى لا تقق ويايا لغة عربية مهمة الزهراء بنت العرب تقول فتلك تلك اسم اشارة للمؤنث ذلك اسم اشارة للمذكر نقول ذلك الرجل وتلك المرأة الزهراء تقصد وتلك والله تلك اكو كلمة قالتها شوية قبلها العبارات كلام مؤنثة الزهراء تقول هاي الكلمة والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى شنو يا سيدتي يا مصيبة اعظم من مصاب ابوك تقول ازالة الحرمة هي المصيبة الكبرى ازالة الحرمة عند ممات الرسول هي المصيبة العظمى والنازلة الكبرى تنتبهون ونتبهون شوية تقول الزهراء يعني ايها المسلمون ايها الاجيال القادمة تسمعون كلامي تقرؤون كلامي ترى مو مصيبة ابوية مو مصيبة فقد ابي الرسول فحسب هي المصيبة الكبرى لا 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 ذاك مصيبة اظلمت الارض لغيبته مصيبة ما اعظمها بس هاي المصيبة وازيلة الحرمة كلمة ازالة الحرمة هي المصيبة الكبرى بمنظار فاطمة يعني هاي الحرم راحت كلها بعد ابوية هاي هي المصيبة الكبرى مو تلك اله هذه والله اعظم المصاب تقدي ابي الرسول صلى الله عليه وآله يعز عليكم احبة الكرام ايام الفاطمية الثانية اليوم ثالث الزهراء روحي فداها شوفوا الحرمات اللي هدكوها بعد الزهراء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول عندها ابنية واحدة حسب التاريخ ماكو غيرها لو كان رسول له اولاد فالتالي انهم كلهم ماتوا قبيل الزهراء الزهراء هي الوحيدة رسول الله صلى الله عليه وآله اشقد الرسول وصل عالم الناس الرسول الله يخلي بناتكم ان شاء الله الاب اذا يحب التهواي يحبها بجبينها يحبها بخدودها يحبها براسها يحب بيديها الرسول كان يحب الزهراء في نحرها بنحرها بنحرها بصدرها مو بس يبوس يبوس ويشتم يتنفس احدى زوجاته قالت رسول الله بعد الزهراء كبرت خلاص كافي بعد بوس براسهم قال لها اني اشم من صدري ومن نحر ابنتي فاطمة رائحة الجنة وكلما اشتقت الى رائحة الجنة شممتها من صدر ابنتي فاطمة ابني واحدة مفجوعة بابها الرسول اول عمل قاموا به تعظيما لاجل الرسالة رسالة اللي قال رسول الله قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة وماك قربة بس الزهراء والرسول وعليه سلام الله وحسن حسين انا ذاك والحوراء زينب ربما زين اول عمل قاموا به احبتي انهم منعوا الزهراء من البكاء على ابيها ابنية شابة منطع السنة مفجوعة بابوها شون تاريخ حقير شلون تاريخ ظالم تدرون ليش انزعجوه من صوت بكاء الزهراء لان الزهراء صوت بكائها بكاء يعني ايقاظ الضمير مو بس بكاء عاطفة فقط لا يحسون هاي بكاء الزهراء مو قضية بس منية تبكي على ابوها لا كان بكاء الزهراء وصوت نياحتها كان يأذي ضمايرهم فاتوا الى امامنا علي يا علي قل لفاطمة اما ان تبكي ليلا وتسكت نهارا او بالعكس علي ما عنده شارح فاطمة حبيبتي القوم يقولون هكذا اما بالنهار تبكي قالت والله يا ابو الحسن لا اسكت ليلا ولا نهارا حتى التحق بابي عن قريب اي مولانه الحرم كلها ازالوها سو يعني اكو بالتاريخ كلمات خدنا نروح نشوف شونه صار يقول تاريخ حينما نفض علي يده من تراب قبر الزهراء هاج به الحزن هاي كلمة نفكر بي هليش هاج به الحزن انا في اليوم كده افكر 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 هذا شنو يقصد علي ابن عبدالله الى ان سمعت احد الخطباء الكبار والله العظيم كلمة اروعها قال حينما ضرب فلان الزهراء في الفريج الضارب يده يده اليمنى يضرب عادة انتبه لي كلماته يضرب كف الايمن ولما يضرب كف الايمن تقع الضربة على الخد الايسر انتبه لي انتبه لي شوف كلمة شون كلمة يوقع توقع الضربة باليمين على الخد الايسر وتعرفون مستحبات الدفن ان يلقى الميت على جانبه الايمن ويوضع خده الايمن على التراب علي وضع الزهراء وقلبها على جانبها الايمن وضع خدها الايمن على التراب فباونا لعلي خدها الايسر المحمر شاء فخدها المزرق من اثر الضربة اهنا بعد علي بن اطالب هؤج به الحوز اوش يقول له توجه رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازل بجوارك اصبر الصابرين بنص كلامي امامنا السجاد شوف شه يقول يقول يا رسول الله قل يا رسول الله عن صفيتك صبري قل يا رسول الله عن صفيتك فاح في هالسؤال واستخبر هالحال يعني يا نبي الله لح عليها بالسؤال اسألها شلون ايج شلون كيفيج ستنبئك ابنتك على تضافر امتك على هضمها اد الزهرة اذا الرسول سألها بابا شنو صووا بيج قومي اللي وصيتهم بيج يمكن ادها كلمتين تقول بويا قمت للباب لا شي ما علي حجاب يا بويا تعدون حق المصيبة بويا قمت للباب لا شي ما علي حجاب بويا بويا وحسبي يا الرجي اسم اللي ذيت خلف الباب بويا بويا عصرني وسقطي المحزين اينو صدر عاب بويا بويا كسر ضلعي او جنيني ايزت من اهنا تحت شوي ابوه اسمع بالله اسمع تقول باباتي اكو مصيبة انا هل مصيبة ما امثالفها الاحاد ولم سعلفها حبيبي علي ما يتحمل بابا شنو سيدتي احشي اشوف مولاتي بابا اكو مصيبة انا علي ما اسعلفها اليه لان ما يتحمل غيور بابا حينما اخذوا عليا وربطوه بحبائل سيفه رجع لي قل فذ ولطمني على خذي بو يا امر على عبده وضراب بو يا ومين ضربتي للقابع ذبني بو يا لان كزار قلبي ها ولا رحمني ها ومن الناس ما واحد رحمني بعد اكو مصيبها بو يا بو يا اخذوا علي بس ها يا ابو يا بو يا وراهي اطلعت والهو حزينة لاوية نصيحة الماخذينة بو يا بس ما لمحلي او زرق عينة بو يا بو يا وردني وسطر عيني ببين فشلون المصيبه في جيعها هاي الزهرة بو يا ردني هاي وزطر عيني هاي بيمين أقول بلو ما أقول بعد بويا 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 قومك يا ببارعاني وخلاف عينيك مرمري بويا وبرق البتي لطلع بس هاي سيدتي بويا وبرق المدينة طلعوني بويا ورى الباب لما انهيزوني بويا كزروض العوزة قطول أريد ونها هيا كزروض العوزة هيا قطولي أم من بنت من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها الشيخ يتفضلون الشيخنا مولانا؟ إلهي بالزهراء اقضي حوائجنا إلهي بالزهراء يسر عصرنا إلهي بالزهراء اكشف كرباتنا إلهي بالزهراء 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 أرضي عنا إمام زماننا إلهي بالزهراء زد في قلوبنا محبة الزهراء إلهي بالزهراء لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا رب الحسين بحق الحسين إش في صدر الحسين بظهور الحج الإخوة الحاضرون الإخوة المؤسسون اللهم أوصل عزائنا إلى إمام زماننا يا رب العالمين وإلى روح العلماء الشهداء قدمة الحسين عامة رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآله محمد الله سبحانه وإلى روح العلماء موقفي الباب التواني أدري عنه هو نفس الحال باتر يمخي يمنه هو نفس الحال باتر يمخي يمنه أنت يا يوم أعلم يحسن الجوان وأنا ويجروحين وين صاب الكفان وأنا ويجروحين وين صاب الكفان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر